يعني كان سؤال عام شوي سيد راسد يعني هو يقول الحرص العام والاهتمام بتربية سيد نفسك قد يكون هنا تأتي مسألة المفاهيم نعم صحيح والأولويات التربوية لعلك تشير شيء منها أثناء حديثنا جيد حنا عندنا طبعا كثير من الشباب حينما يطرح عليه ما هو مد اهتمامك بنفسك وكما رأينا يعني النسبة عالية لكن لو أردنا أن نقول لها ضع أولويتك واكتبها قررها ربما تجدها جزئية في خريطة إصلاح النفس ولذلك حنا علينا أن نعرف أين الأولويات يا أيها الشاب التي ينبغي أن تحرص عليها وتركز عليها فممكن نتحدث عنها الآن ننطلق فيها وهي قضية أولا الجانب الإيماني أول قضية إذا الإنسان يجب أن نسلم بهذه القضية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه إذا كان الإنسان لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يعرف طريق الله عز وجل مهما بلغ من الحضارة مهما بلغ من التقدم مهما أثني عليه ليس له قيمة يا أخي في هذا في ميزان الله سبحانه وتعالى حتى يقرى الإيمان في قلبه ترى مر على الأمة أناس كانوا في زمن ربما تراجعوا هذه الأمة وانحطاط هذه الأمة لكن إيمانهم العظيم جعلهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى وربما يمر على الناس وقت يكونون في حضارتهم عالية وعندهم من الإمكانات وعندهم من الشيء العجيب لكن تأخر عنهم هذا الجانب الإيماني ستتأخر مرتبتهم عصر الصحابة رضي الله عنه وأرضاه لا يوجد في طائرات ولا يوجد في مخترعات ولا يوجد في سيارات ولا غيرها من الأمور ولكنهم الله سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنه الله رضو عنه تراهم كأنهم في صورة يعني أطرها الله عز وجل لنا فإذا أردنا أن نرضي الله فلنفعل مثلهم ولذلك نقول قضية الإيمان قضية جوهرية أيها الشاب ركز على قضية الإيمان احرص عليه ابتداء أعمال القلوب هذه أعمال القلوب التي تعتبر هي الميزان الذي يجعل الإنسان يعمل حتى لو لم يكن عنده أحد خوفه من الله عز وجل مراقبته لله سبحانه وتعالى محبته لله سبحانه وتعالى توكله على الله عز وجل يا أخي العزيز والله هي هذه القضية إنها نحتاجها اليوم حاجة ماسة لأننا نرى كثير من الشباب اليوم تعلقوا في هذه الدنيا ولم يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى من أبنائنا وفتياتنا ولذلك ممكن يقدم تنازلات دينية ممكن يتنازل عن دينه ممكن يتخلى عن مبادئه ممكن تجده يفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى باسم بناء نفسه وهو في الحقيقة يهدمها ولذلك قضية الالتفات إلى قضية أعمال القلوب تريحنا كثيراً من المجتمع كله إذا وجد عندنا هذا الجيل الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه في السر والألم لن نحتاج إلى العدد الكبير من الشرطة لن نحتاج إلى الرقابة الكبيرة في زمن أبو بكر الصديق عين عمر الخطاب رضي الله عنه قاضياً في المدينة وما ترافع إليه أحد سنة كاملة ذهب إلى أبو بكر يقول اعفني من القضاء لماذا يا عمر؟ هل أشغلك الناس؟ ما ترافع إليه أحد كل واحد عرف الذي عليه فقدمه والذي له فأخذه فالناس في هذا المجتمع حينما يتقون الله أزوجل تكون القضية الحقيقة واضحة بالنسبة لهم ويصبح هذا المجتمع مجتمعاً متألقاً قضية حتى التوكل على الله الآن بعض الناس تجده ربما يدخل في بناء نفسه ينسى مثل هذه المبادئ فيعتمد على نفسه يعتمد على فلان علان جهده إلى آخره ولو لم يكن عول من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده أين قضية أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى توكل عليه؟ استعانتك بالله كل هذه المعاني والقيم هي كبيرة والله لا يمكن اختزالها في مثل هذه اللحظة القصيرة لكن نحن نلخصها ونقل ينبغي الاعتناء بها العبادات يا أخي الله سبحانه وتعالى شرع كثيراً من العبادات وأوجبها علينا لماذا؟ لأن هذه العبادات يحبها الله فإذا نحن قمنا بما يحب الله عز وجل أعطانا الله ما نحب وأعظمه يا أخي بعد التوحيد والشهادة اللي يقام الصلاة أين تربية الشباب على هذه الصلاة؟ حينما ينادي المنادي حي على الصلاة وحي على الفلاح ما واقع شباب الأمة اليوم إذا كانت الصلاة من أول أولوياتهم فقل الحمد لله سيكون النتاج ضيب وإذا كان هذا الأمر متأخر في اهتماماتهم لا انظروا للصلاة في الاهتمام المتقدم فاعرف أن أولياتهم الأخرى لن تكون على المستوى المطلوب الصلاة تربطك بالله عز وجل أنت في ضجيج هذه الدنيا ثم تدخل وتصلي لله وتناجي الله وتخرج ما في قلبك وتفضل ربك سبحانه وتعالى وتدعوه أن يعينك فأنت في ارتباط مع الله عز وجل أقل شيء خمس مرات في اليوم كيف إذا كان يصلي النوافل يصلي قيام الليل إلى آخر ذلك الشعور بالعبودية أنت ذكرتها في المقدمة ونأكد عليها أنت يا أيها الشاب أيها الفتاة أنت عبد الله عز وجل ما هي قيمة العبودية في حياتك كما تسعى لهذه الدنيا قال الله عز وجل عن قارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا الآن في مجموعة من الناس ودك تقولهم ولا تنسى نصيبك من الآخرة لأن صارت الدنيا عندهم أكبر من ذلك وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل الدنيا أكبر أهم مننا ولا مبلغ علمنا إذا صارت الدنيا مضخمة عند الناس ونسينا جانب العبودية نسينا جانب الآخرة عمرنا الفاني وتركنا الباقي هذا الفكر الخطير اللي قاعد ينتش في المجتمعات المسلمة اليوم اللي هو الفكر المادي الرأسمالي هذا فكر خطير قائش تشبع به الناس من خلال مشاهدات من خلال أحاديث النفس من خلال أحاديث الأسرة من خلال أحاديث المدرسة أصبح الشارع يعيش من غير يعيش الوضع المادي والرأسمالي من غير ما يشور ولذلك وش ولد لنا هذا الرأسمالية ولدت الحروب استعمار الشعوب الأنا والأنانية القضية وجود عندنا طبقات في المجتمع تأكل أموال الفقراء والمساكين إذن هي لن توصلنا إلى بر الأمان لكن العبودية لما أنا أنظر إلى قضية أني عبد الله وأن الله عز وجل أمرني بأن أحسن إلى غيري وأن هؤلاء إخواني في الدين وغيرها من القيم والمفاهيم إنما المؤمنون إخوة فتغير النظرة تماما فلازم أن نركز على هذه القضية وهذا الجانب يا أخي العزيز أنت عبد لله ما هو مقدار عبوديتك حتى في وظيفتك حتى في عملك حتى في بنائك نفسه نحن سندكر قضايا قضية صحتك أنت أنت لماذا تحرص على صحتك لأنك لا تريد ما يعيقك عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويقربك لله عز وجل وستأتينا أن تكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى من أراد السعادة الأبدية فليلزم عثبة العبودية هذا الجواب المختصر لجميع السادة المشاهدين المشاهدات وأنتم أعلم ذلك منها لكن نريده أن يكون واقعاً في حياتي